حضراتكم احنا دايما قناة النادي الاهلي بتبقى حريصة على النادي الاهلي وليس شيء اخر لما تبقى في مباراة دي بنبقى حريصين تماما على وعندنا الكرول اللي يقدر يزيع هذه المباراة ولكن مستر كولر رفض اذاعة هذه المباراة مستر كولر رفض اذاعة هذه المباراة وبالتالي يحترم وجهة نظره الفنية يعمل اللي هو عايزه احنا ان شاء الله تكون معنا في الوقت اللي يعني يتم الاتفاق على اذاعتها حنزح ولكن غدا لن نستطيع اذاعة هذه المباراة ولكن ان شاء الله بكرة في استوديو الاشبال الساعة 3 عصرا مباراة ودية على الهواء او مش مباراة ودية اولى المباراة الرسمية لفريق 2005 في شباب النادي الاهلي هتذاع على الهواء مباشرة مع النجم الكبير كابتن اسامة حسني اللي حيكون متواجد مع حضراتكم ما قبل المباراة وحنزيع لحضراتكم المباراة بالكامل 90 دقيقة ثم ما بعد المباراة وتحليل ما بعد المباراة مرة تانية